شدد رئيس عبدالفتاح سيسيا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء المواطنين لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو كأذلك خلال استقبال السيد الرئيس لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جوجيفا والوفد رفيع المستوى المرافق لها وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الأصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم بالشراكة مع الصندوق حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق للفترة المقبلة والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم مشيرا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإرادات الموازنة من جانبها أعربت مديرة الصندوق النقد الدولي عن تقديرها البالغ لجهود الدولة خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلية رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات تصنيف الاعتمانية الدولية ورفع تصنيف مصر الاعتمانية وتزايد الاستثمارات وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفاهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية منوهة إلى سعي الصندوق بشركة مع الحكومة للتوصل لأفضل مسارات الأصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه ترجمة نانسي قنقر